السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج سلامتك رح نتناول بهاي الحلقة الإجابة على السؤال التالي متى نعود أطفالنا على الصيام ابتداء قبل ما نوضح هذا الموضوع نحب نجيب على فقرة مهمة دائما تردني بالاستفسارات سواء بالعيادة أو دائما بالمجالس الخاصة الطبية أو الاجتماعية تحت أي عمر يحق للطفل الصيام بالحقيقة الصيام فريضة شرعية فرضها الله سبحانه وتعالى على كل إنسان بالغ بمعنى أنه يحق للطفل الصيام عنده شرعا عنده البلوغ البلوغ عنده الذكر هو شرعا التعريف ماته عندما يحين الحلم وعند الإناث عندما يحين مجي الحيض أو الدورة طيب إحنا الفترة اللي نكون بيها طفل من عمر طبيا من عمر عشر سنوات فما فوق نبدي نعود أبنائنا على الصيام شلون نعود الطفل على الصيام؟ أولا لازم أكو بعض الخواص اللي يمتاز بيها أولادنا اللي نقدر نخليهم تدريجيا يدخلون بمرحلة الصيام الصيام هو يجب أن يكون إلا استعداد ذهني واستعداد صحي بمعنى أن الطفل من يكون عمره عشر سنوات في حالة صحية مناسبة وجيدة نقدر نعود على الصيام بالطريقة التالية ابتداء إحنا عدنا فترة ما قبل رمضان المبارك اللي هي رجب وشعبان نقدر بهاي الفترة نخلي أبنائنا يتعلمون على أول شيء أنه نحرمهم أو نقلل من كمية تناول الطعام بالفترة اللي ما بين فترة الصيام إلى أحد الأفطار بمعنى أنه نقدر خلال هاي فترة الشهرين أنه نمنع عنهم الأكل مع الاحتفاظ ونعودهم أنه شلون يأخذون سوائل السوائل مالتنا أو كمية من الفاكهة أو الخضار تدريجيا مسألة الصيام مسألة يحتاج بها التهيئة والاستعداد ويحتاج ثانيا أنه الصحة تكون صحة مناسبة للطفل فإحنا خلال فترة عشر سنوات فما فوق من يشوف تجو العائلي تجو الأسري أنه العائلة كلها داخل مرحلة الصيام وتشجع الصيام تشجع الصيام مو بناحية الإجبار بناحية الترغيب بصراحة عدنا أكثر من عشرة أشهر الإنسان استطاع بهذه الفترة العشرة أشهر أن يتناول ما يشاء هاي الفترة اللي الله سبحانه وتعالى خلاها فترة صيام أنه نهيئة تدريجيا هاي فترة لتكون فترة بداية صحيحية يعني بمعنى أنه مرحلة رمضان هي مرحلة تصحيح الخطأ لبداية جديدة الطفل من عشرة إلى أفنعة السنة يقدر يتعود عليه أول شيء يتجنب الأكل والدسم المواد المقلية ونعود إلى حد فترة الأفطار أنه يشوفنا بالبداية نقول له مثلا إلى حساعة 12 الظهر أنت تكون يسموه الصيام الجاف كل شي ما تتناول بعدين من 12 إلى حد الأربع العصر ممكن تأخذ سوائل بسيطة أو ممكن حبة فاكهة أو ممكن خضروات تدريجيا نعوده إلى أن توصل إلى مرحلة الأفطار هل هو شرعا يجب عليه الصيام؟ لا الصيام يجب إلى مرحلة البلوق لكن ندخله بمزاج أو مود الصيام حتى نكسب بهذه الفترة تعلم وتعود يا أخوان الإنسان يجب أن يمر بمرحلة التعود يعني بصراحة بصراحة الصيام هو لازم أن يكون اختيار ذهني وبعدين اختيار واستداد صحي إحنا عندنا ثلاث مشاكل تواجهنا بالنسبة للصائمين عند الأطفال وعند الكبار الفترة الأولى هي إحنا شلون نهيئ للصيام الفترة الثانية كيف نستثمر رمضان لغذاء صحي وحتى عند الكبار مو بس عند الأطفال من إحنا نطي غذاء صحي ونخلص فترة رمضان المبارك بتناول غذاء صحي الصير عندنا مشكلة تواجهنا كأطباء فترة ما بعد رمضان يعني مرات يجي العيد والتناول الغير صحي للمواد الدسمة والمقلية والمعجنات يعني بشكل يسيء إلى رمضان فإحنا يعني أفسدنا ما استثمرناه في رمضان فإحنا أول شي يجب أن نستعد لرمضان اثنين ماذا نحقق في رمضان وثلاثة ما بعد رمضان إذا الفترة ما بين عشر سنوات فما فوق نبدأ ندرب أبنائنا على الصيام وما أن يصير عيدهم مرحلة البلوغ يجب أن يدخلون في مرحلة رمضان المبارك الصيام الصحي اللي هو خلال هاي الفترة من عشر فما فوق نعلم أولادنا على الامتناع عن المعجنات تناول الغذاء الصحي السليم اللي يفيدهم لازم نعلمهم على كمية المياه اللي يتناولونها بحيث تضمن سلامة الكلة وتضمن عدم حصول العطش ونعلمهم على وجبتين صغيرة الوجبتين هاي كانت تكون شبيهة بالأفطار ولا بأس أنه يفطرون ويانا احنا لأنهم تناولوا كمية قليلة جداً من السوائل في هاي الفترة في مرحلة التعويض فبالأفطار نعلمهم على تناول الغذاء الصحي ويانا ونصحيهم مع السحور السحور بركة فنصحيهم ويانا بالسحور أنه يأخذون نماذج السحور اللي احنا نتناولها كيعتبر أفطار لهم إذن بالفترة ما بين عشر سنوات فما فوق أنه ندخل في مرحلة التدريب والتهيئة للأطفال للتعلم بإجراء الصيام حتى منصير عمره داخل مرحلة البلوغ هو أساساً متدرب سابقاً كيف يصوم وكيف يتعامل مع التناول الصحي للطعام الغرض من الصيام بشكل عام هو الحصول على طاقة مستدامة وصحة مستدامة وتنفيذ شريعة الله بما يضمن صحة أفضل وقوام أجمل هو هذا المتأتى من الصيام ولهذا لا يجب أن ننثقف بهذا الصدد كلنا بمجالسنا ببيوتنا بعوائلنا أنه نجعل من رمضان المارك بداية تصحيح الخطأ خلوا يكون يا أخوان رمضان مرحلة لتغير خلوا يكون مرحلة لتجديد التواصل مع الله ولتجديد الثقة بالنفس والبداية الصحيحة لتقويم المسار رمضان مبارك إن شاء الله يعيد علينا وعلى كل الأمة بالخير واليمن والبركات الأسئلة الأخرى اللي دائما تجيني طفل مصاب بمرض مزمن طفل عدة سكري هل يحق له الصيام؟ أبدا الطفل المصاب بأمراض مزمنة تستوجب علاجات هذا ما فيه شرعا وطبيا من حالة الصيام الصيام هي حالة توافق ذهني وجسدي تمنح تصحيح الخطأ بمعنى أن الصيام يمن يطيقه وليس الصيام حالة أنه يراد منها الإساءة للشخص بالعكس يراد لها تصحيح من عملية الجهاز الهضمي من عملية الجهاز المناعي من الطاقة الموجودة بالجسم وبنفس الوقت هي مرحلة التواصل مع الله وعزيمة جديدة لمرحلة أخرى في حياة الإنسان الإضافة اللي يريد نقولها أنه على الأب والأم في العائلة دائما الحفاظ على وزن مناسب للطفل هاي إحنا ثقافة إحنا نعلم أبناء عليها سواء في رمضان أو غير رمضان مو بمعنى أنه الطفلنا أو أبننا في رمضان المبارك يجب أن يتمتع بقظام صحي صحيح لأن المشكلة اللي نعاني منها غالباً إحنا كأطباء أنه دايصير عدنا أكثر من 45% من الإناث اللي بعمر الطفولة دايصير عدهم سمنة أكثر من 25% من الأولاد عدهم سمنة وده تمشي هاي النسبة إحنا عين قول إذا أكو طفل بدين بالضرورة وما الصحة حيؤدي إلى مراهق بدين المراهق البدين 80% حيؤدي إلى ناضج بدين وإنتو تعرفون مشاكل السمنة وما تخلفهم المضاعفات استفسارات كثيرة توصلني إلى يا ذا تقول طفل مراهق يستطيع الصيام هل الصيام سيأثر على صحته وإثر على النمومات؟ بالحقيقة إذا كان صيام صحي بتناول وجبة أفطار صحيحة ووجبة سحور صحيحة الصيام بحذ ذاته يعمل على تقليل الإنسولين وتقوية هرمون النمو اللي هو growth hormone إذا الصيام يتناسب طردياً مع صحة الفرد وليس الصيام هو عامل تثبيت لنمو الطفل أبداً لكن يجب أن يكون الصيام بشرطها وشروطها بمعنى أن يكون إفطار صحي للمراهق أو للبالغ اللي يستطيع الصيام للمراهق اللي يستطيع الصيام أو البالغ وسحور صحي لأن كثير من الأسئلة تجينا بخصوص أنه السحور هل إحنا أنا أقدر أصوم وما أستحر؟ أبداً هذا الشيء مو صحيح لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة وأخر السحور السحور هو بوجبة بالضبط علينا أن نصور أن السحور كأنه أفطار ابتدائي وكأنه مرحلة الفطور هي كأنه مرحلة غدر إحنا نحتاج إلى وجبتين تتكامل بيها القوة اللي تطيق ذهنياً وجسدياً السحور يخلينا نستطيع أن نطيق الصيام ونستطيع أن نزود بالطاقة اللي تخلينا نؤدي صياماً ربانياً وصحياً جيداً وبنفس الوقت أنه تأملنا بهاي الفترة المغذيات والفي تعمينات اللازمة للجسم يعني ما ممكن إحنا حتى لو عندنا ابن أو شخص كان عدة سمنة نقول لها اعتمد بس على الفطور عمضة ضاعف نفسك أبداً الصحيح أنه يجب أن يكون فطور مناسب وسحور مناسب الحقيقة هي الاستمرارية هي التي تكفي الصيام صحيح وليس مجرد الفطور إذا خلينا ابننا أو خلينا عائلتنا فقط بالغذاء الفطور يومين ثلاثة أربعة رح يخلص المخزون المتواجد من الطاقة ورح أصلاً يلغينا حتى الصيام نفسه ولأن ختامها مسك سنستعرض الخاتمة بمقولة المصطفى عليه الصلاة والسلام سوموا تصحوا ويكون رمضان نقطة تواصل مع الله سبحانه وتعالى من أجل صحة مستدامة وقوام سليم تحياتي